وسط تخاذل أممي في حسم قضايا العالم احتفلت منظمة الأمم المتحدة بيومها العالمي الواحد والسبعين في حفل موسيقي تحت شعار الحرية أولا ويأتي الاحتفال في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأزمات مناخية وغذائية تجتاح سكان القارات الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 فشلت في إيجاد حلول جذرية لنشر السلم وفض النزاعات السياسية وظلت جهودها تتأرجح بين الحد من الفقر وتقديم المساعدات الإغاثية للدول المنكوبة جراء الحروب والفيضانات التي عانت منها بعض الدول وقرارات ظلت رهينة لإجماع الدول الأعضاء لإقرارها وفي وقت تتباهى المنظمة بجهودها في حفظ السلام تنظر لها الشعوب المغلوبة على أمرها بأنها وليدة اللحظة أمام ملفات المنطقة الساخنة لا سيما ما يعانيه الشعب السوري منذ ستة أعوام على يد نظام الأسد وتدخل روسيا وإيران في قصف المدنيين والحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مدينة تعز منذ 12 شهر وما نتج عنها من لاجئين يفتقدون لمقاومات الحياة الأساسية 193 دولة تضمها الأمم المتحدة اقتربت من الفشل في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيق التعاون لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل التزام عالمي بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما تنطوي عليه من وعود كبرى وفي هذا العام ومع بلوغ المنظمة عامها الحادي والسبعين وضعت 17 هدفا تدفعها لتحقيق مستقبل أفضل للجميع